والدليل أنه يوجد تفاوض غير مباشر بينه وبين الولايات المتحدة والذي اتضح أيضا أن الولايات المتحدة متحمسة جدا لعدم إشعال حرب مع إيران وهاي قالتها الولايات المتحدة وضغطت بها على إسرائيل مرات عديدة وعلنت بصراحة من خلال الإدارة الأمريكية وممثلها أنه لا يريدون إشعال حرب شامل حاليا أو مباشرة بين إسرائيل وإيران فهذه المعطيات الموجودة كلها بتأكيد وفهم أيضا محور المقاومة ويفترض أن يتريف كثيرا قبل حدوث أي ضربة أنتم كسياسيين الآن وتقودون هذه الدولة ومش تغللتها بالسياسة من زمان أنت تصدق بهاي الأحاديث أن أمريكا لا تريد من إسرائيل أن تضرب إيران إيران تضرب إسرائيل ومحورها يقود الحرب ويحارب الآن ويقول لا نريد أن نقع بالفخ الكل يركض لإيقاف إطلاق النار ما سألتهم للإيرانيين لماذا قامت الحرب ولماذا الآن تتفاوضون مع الأمريكان مكان من البداية مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة حتى لا تقعوا ويقع معكم في الفخ وكفى الله المقبل المؤمنين شر القتال ما سألت نقاش مع وزير الخارجية بهذا العنوان العريض أستاذ نجم إيران حرة في سلوكها السياسي وفي مواقفها وهذا التدخل بشؤون الأخرى فلا يمكن أن الحديث يكون بهذا المستوى بقدر ما هو العلاقات الودية اشتبط طلب هناك جوانب بالتأكيد فيها مصارح لهذا الشيء لا استاذ سبعان معذرة للمقاطعة هنا لا تبقى حرة اسمح لي أكمل بس اسمح لي أكمل هو بالإطاءة بس اسمح لي أكمل نعم بس اسمح لي أكمل نحن ما لاحظنا أنه إيران ما كانت ناوية الدخول ومكتفية بالحرب بالإنابة إسرائيل حاولت جر إيران للضربة المباشرة إيران تقول لن نقع بالفق من هذه المعطيات إذن الحرب الإنابة أيضا يجب أن يتوقف طالما لا توجد حرب مباشرة ولا يوجد ذاك العداء أو الموقف المتزمت باتجاه الحرب إذن الوسائل السلمية ووسائل الدبلوماسية ممكن أن تتحقق شيء كبير وعلى ضوء شفنا الموقف الأمريكي يحاول تحجيم الضربة أو الرد الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية بأضيق ما يمكن والدليل نسبة مواقفهم المعلنة يوميا فهذا من خلال مجريات الصراع يعني أما هي حرة في أن تتخذ الموقف الذي يحميها أو يريد يفيدها ونحن أيضا أحرار في اتخاذ الموقف الذي يحمي العراق وينهى بالعراق واتخذت الحكومة العراقية هذا الموقف هو النائب العراق